أكد ألمين العام المساعد لجماعة الدول العربية السفير حسام زاكي أن جماعة العربية منفتحة على الجميع فيما تعلق بالأزمة الأوكرانية وأوضح أن كلمة وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروفا أمام مجلس الجامعة العربية جاءت بطلب من موسكو مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام الجانب الأوكراني إذا كان يريد توضيح بعض الأمور فيما يتعلق بالأزمة يهمني هنا أن أوضح أن الإدلاء بهذا البيان كان بمبادرة من الجانب الروسي والمجلس وافق على هذا الطلب وبالطبع نحن منفتحون على أي طلب آخر إذا جاء من الجانب الأوكراني لأنه لكل رواية وجهان وطبعا نحن ندرك أن الجانب الأوكراني لديه أيضا روايته للأحداث